124- وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 125- كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أهلا بكم ورزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الكافرين وما أعد لهم في الآخرة من النار ذكر حال أوليائه من أهل السعادة من المؤمنين والمتقين وما أعد لهم من جنات النعيم في الآخرة وده يرجع لأن النفوس البشرية تختلف وتتنوع فتجد أن هناك نفوس مهيئة للخير وأخرى للشر وهناك من النفوس من تسعى للحلال وأخرى تغرق في الحرام وبالتالي كان لابد من الوعد والوعيد من الترغيب والترهيب وبشر ما هي البشارة أو البشرة هو كل خبر صار يسعد به المبشر وهو في المستقبل والبشرة إذا كانت غير مقيدة يعني مطلقة في الغالب تكون للفرح والسرور للسعادة والخير وأما إذا كانت مقيدة للكافرين والمنافقين والظالمين فهي للتهجم والسخرية والتبكيت مثل في قوله تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وبشر من هو المأمور بالبشرة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من قام مقامه من الصحابة والدعاء والعلماء وأهل الإيمان سمي الخبر الصار بشارة لأن أثره يظهر على البشرة أما المبشرون بالتأكيد فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فما هو الإيمان؟ معنى الإيمان في اللغة التصديق والإقرار بالقلب أما استلاحا فهو قول واعتقاد وعمل قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والسؤال هنا إذا كان العمل الصالح ركن من أركان الإيمان فلماذا أفرده بعد الإيمان؟ ده يرجع بالتأكيد لأهمية وقيمة العمل الصالح وبنسميه في البلاغة عطف الخاص على العام للفت النظر أركان الإيمان في العقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يا ترى تؤتى قبل كده طعم الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه أما الإيمان فهو بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأبناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وعلشان يقبل العمل الصالح لابد من شرطين أولاً النية والإخلاص لله عز وجل وثانياً أن يكون موافق لشرع الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة لا تحتقر من الأعمال الصالحة أي عمل فلا تدري بأي حسنة يخفر لك فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغاية فكيف تصنع الرحمة بالموحد برب البراية مد إيدك بالخير للأيتام والأرامل والفقراء والمحتاجين والمساكين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن حرف توكيد ونصب جنات جمع جنة وهي البستان الكثيف الشجر الملتف الأخصان الوافر الظلال وكما أن الجن مصطور عن الأعين والمجنون مصطور العقل فالجنة تصطر ما تحتها ووجه التشابه الوحيد ما بين الجنة في الدنيا والأخرة هو الأسماء فقط قال الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أوع يخطر في بالك أن التفاح في الدنيا هو نفسه التفاح في الأخرة أو الرمان أو المانجو دي مجرد لحة بديعة في حدود عقلنا منحاول نتخيلها لغاية إن شاء الله لما نشوفها في الأخرة تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وكسورها وبالطبع لا وجه للمقارنة بين أنهار الجنة وأنهار الدنيا أنهار الجنة من ماء لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته ومن لبن ومن عسل مصفة ومن خمر لذة للشاربين هذا الذي رزقنا من قبل ليها أكتر من تفسير رزقنا من قبل من ثمار الدنيا قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ليس من الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء رزقنا من قبل من ثمار الجنة كلما قطفت من فروعها تكونت محلها ثمرة جديدة رزقنا من قبل من ثمار الجنة لها نفس اللون والشكل ولكن الطعم والمذاق مختلف تماما رزقنا من قبل كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم وأوتوا به متشابهة قال الطبري في تفسيره ما من فاكهة في الدنيا إلا ولها زوجان في الجنة مصداقا لقول الله عز وجل فيهما من كل فاكهة زوجان فالتشابه قد يكون في الأسماء ولكن بالتأكيد هناك اختلافات في اللون والشكل والطعم رزقنا الله ثمار الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة مطهرة معنويا عن الأخلاق السيئة وماديا عما تتعرض له النساء في الدنيا من حيض ونفاس وغيره وهم فيها خالدون مطمئنون لا يفنون ولا يموتون قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه حين يقرأ المؤمن آيات العذاب ثم آيات النعيم فيعلم أنه قد فاز مرتين مرة حين نجى من العذاب وزحزح عن النار ومرة أخرى حين دخل الجنة قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز أما الأكل والشراب فلا يكون عن جوع أو ضمأ بل من أجل المتعة وأخيرا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب جزاكم الله خيرا